فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعم الزوج وكان صلى الله عليه وآله وسلم وفيا يحفظ لزوجته الجميل وهذا على خلاف كثير من الأزواج في هذا الزمان ربما مع أول مشكلة ومع أول خلاف يتنكر لها تماما وينسى معروفها بالكلية وتصير بعد ذلك من ألد أعداء الله إليه ما هذا الجهل؟ ما هذا الكفران للعشير؟ هذا ليس من دأبنا وهذا ليس من أخلاقنا فأسوتنا وقدوتنا بل والميزان الأكبر عندنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشنا في اللقاءات الماضية مع حبه صلوات الله وتسليماته عليه لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكيف كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وفيا لها وبلغ من حبه لها رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يذكر خديجة وكثيرا ما يثني عليها حتى أن الغيرة قد دبت في قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرارا وتكرارا بسبب هذا الأمر بل وأنا أقول أيها الأحبة من رحمة الله بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أمنا خديجة رضي الله عنها ماتت قبل أن تتزوج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ لعظيم منزلتها في قلب النبي ولعظيم تقدير النبي لها فأمنا خديجة هي التي أثنى عليها رسول الله وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وبدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بمريم عليها السلام ثم قال حبيبنا ونبينا وخديجة بنت خويلد فهي الكاملة وهي العاقلة وهي سيدة نساء العالمين